مشاهدين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامج ديوان الصحافة اليوم مشاهدين الكرام برنامج ديوان الصحافة رح يكون غير اليوم اسمحون اعزائي المشاهدين رح نحتفل معكم باذن الله تعالى بالفوز الذي حققه منتخبنا الوطني بكأس الخليج رقم عشرين 2010 وفوزنا بالكاس العاشر وازرقنا عشرة على عشرة اليوم مشاهدين الكرام الشعب الكويتي عن بكرة ابي فعلا فرحة فرحة شديدا بهذه المناسبة اليوم شباب الازرق استقبلهم الشعب الكويتي بالترحاب وفعلا يستحقون هذا الترحاب الامير حفظه الله تبرع بمليون دينار وفعلا الكبير كبير سمو الامير الله يحفظه دائما يدعم شباب الكويت وهذا اندل على شيء فانه يدل على حرصه سمو الامير حفظه الله وحبه لابناء الكويت اليوم الشعب الكويتي هو من استقبل منتخبنا الوطني ولكن للأسف الشديد نقولها مع غياب حكومي ونيابي عن استقبال شباب الازرق للأسف نقولها ونكرر للأسف سفاجأنا اليوم مشاهدين الكرام بان اغلب بعض نواب مجلسهم اللي يهتمون بالكرة والرياضة كانوا غير متواجدين في استقبال الازرق عموما حضروا او لم يحضروا فان الشعب الكويتي مدين لهذا المنتخب الذي فعلا افرح الشعب الكويتي وانا ذكرت لمشاهدين الكرام منذ اول يوم مباراة فيزنا على اليمن قلت بان منتخبنا سيفوز بالكأس وسيرجع باذن الله الكأس الى الكويت وبالمقر اتحاد كرة الغدم بالاعدالية لان الكأس فعلا اشتاق للكويت نعيش سنة وهو بعيدا عنها لكنه اشتاق وهذا الاشتياق وهذا الحب المنازم بين الازرق وكأس الخليج مشاهدين الكرام احتفال الشعب الكويتي وفرحتهم اليوم بفوز منتخب الكويت بكأس الخليج ليس الهدف فقط ان منتخبنا فاز بكأس الخليج لان الازرق انجازاته كبيرة والزعيم الازرق ليس غريب عليه ان يفوز بكأس ولكن الفرحة مشاهدين الكرام اتت لان هذا المنتخب رقم الظروف ورقم الصعاب ورقم قلة الامكانات ورقم الصراع السياسي المرير الرياضي الحاصل ورقم العقبات التي وضعت امامه ورقم الايقافات التي تمت من الاتحاد الدولي ورقم كل يوم حاطين لنا اتحاد مؤقت لجنة مؤقتة ومع ذلك يفوز بكأس غرباسية واليوم يفوز بكأس الخليج وشباب صار ما شاء الله عليهم وهذا اندل على شيء مشاهدين الكرام فانا يدل ان فعلا الشباب الكويتي لديهم من المكانيات الرهيبة ولكن اعطوهم فقط الدعم والاستقرار وشوف شون يبدعون شباب منتخب الكويت الوطني فعلا منتخبنا يستحق الاشادة ورئيس الاتحاد الشيخ طلال الفهد الشرعي يستحق الاشادة وكذلك الشيخ احمد الفهد اللي دعم المنتخب وجميع من دعم المنتخب وعلى رأسهم مثل ما ذكرت سمو الامير حفظ الله الذي تبرع بمليون دينار كويتي ومثل ما ذكرتكم فعلا كبير كبير الكبير فعلا كبير بافعاله وحرصه على ابنائه مشاهدين الكرام هذه الفرحة اللي عمت الكويت اليوم نقل صداها الى صحفنا المحلية صحفنا المحلية اليوم لا زالت اليوم الثاني على التوالي وهي صفحات الرئيسية والداخلية تحتفل بفوز منتخبنا الكويت للمرة العاشرة بكأس الخليج عشر دورات من عشرين دورة إذن خمسين بالامية من دورات الخليج يحصدها الأزرق الزعيم الأزرق والذي فعلا يستحق أن يكون زعيم مشاهدين العزاء يعني حرصا من تلفزيون الشاهد واهتماما بمنتخبنا الكويت واهتماما بالشعب الكويتي أبا إلا أن يحتفل تلفزيون الشاهد بفوز منتخبنا الوطني على جميع برامج تلفزيون الشاهد وهذا شيء بسيط لقدم تلفزيون الشاهد إلى شباب الأزرق وإلى الشعب الكويتي وفي هذه المناسبة فعلا نرفع أسمى آيات التبريكات إلى سمو الأمير حفظه الله بمناسبة السنة الهجرية الجديدة وبمناسبة فوز منتخبنا الكويتي وكذلك إلى سمو العهد وإلى الشعب الكويتي ونقول بإذن الله تعالى أن سنة هجرية تكون بإذن الله خير ونعمة على سمو الأمير وعلى ولي العهد وعلى الشعب الكويتي الكريم أمور مشاهدين الكرام اليوم مثل ما ذكرت لكم اسبحوننا راح يكون برنامجنا رياضي سياسي ملينا من السياسة خلونا اليوم واحد بالسنة نحتفل ونفرح بفوز منتخبنا الوطني والذي غير الأجواء رغم الغيوم الملبدة التي الآن موجودة على مجلس الأمة إلا أن الشعب الكويتي اليوم فرحان جدا في فوز منتخبنا الوطني ونقول يا منتخبنا بارك الله فيكم يا شباب وما قصرت ومنها بذن الله مزيدا من النجاح والانتصارات من الله تعالى ونحن والشعب الكويتي وعلى رأس سمو الأمير وولي العهد يدعمون الشباب الكويتي في كافة الميادين على جميع الأصعدة ونتمنى التوفيق والسداد لحكومتنا الرشيدة وكذلك لأعظام الجسمة وأنهم يعملون لمصلحة البلد رغم للأسف الشديد اليوم عدم وجود أعظام الجسمة في استاذ جابر كان يدل دلالة على الصراع وعلى للأسف تصفية الحسابات وعلى الأحقاد الدفينة القديمة اللي موجودة من قبل الغزو لا زالت مستمرة لدى البعض للأسف الشديد رغم الانتصار والفرحة للشعب الكويتي إلا أن البعض كان في قلبه ما في قلبه للأسف الشديد لم يقدروا على الأقل الشعب الكويتي ولا يقدروا منتخب الكويتي لكن للأسف هي تصفية حسابات وقلناها ونعيدها أكثر من الأرة ما يحصل في الرياضة الكويتية أو حتى على مستوى المستوى البرلماني والسياسي هي تصفية حسابات وكسر عظم هو اللي قاعد يحصل من شاهدين الكرام للأسف كثير يعمل لمصلحة الشخصية فقط الكل يتغنى بأنه يعمل لمصلحة الكويت ولكن في الحقيقة ولو ترجعون إلى تفاصيل الأخبار وإلى التاريخ تجدون للأسف البعض يعمل لمصلحة الشخصية فقط أنا والباقي الطفان ما يهم أي شيء وهذا دليل ويجب أن نكون واعين وأعتقد أن الشعب الكويتي واعي جدا ويجب أن يضع النقاط على الحروف ويركز اليوم شوفوا لما وصلوا للمنتخب منه كان في استقبال منتخبنا الوطني رغم أنها فرحة لكن البعض أبى إلا أن يبين ما في قلبه من حق دفين ضد شخصيات قد يكون بينهم خلاف احنا ما يهمنا الخلافات اللي بين الشخصيات احنا يهمنا منتخبنا الوطني يهمنا اسم الكويت يمنع علم الكويت وبالتالي فرحة أو إنجاز هذا يسجل باسم الكويت وليس يسجل باسم الشخص ويفترض أن نترك الخلافات وندعم ونؤيد هذا الأمر لكن يبدو أن الحق والخلاف يطقى حتى على المصلحة الوطنية أمو المشاهدين الكرام هذا الأمر وفوز منتخب الكويت الوطني والإنجاز الكبير والفرحة الكبيرة هو كان العنوان الرئيسي لجميع صحفنا المحلية لليوم لا زالت فرحانة بهذا الانتصار اللي حققه الزعيم الأسرق هذا موضوع مشاهدين الكرام اليوم مثل ما ذكرت لكم كان هو الطاقي على جميع صحفنا المحلية هناك موضوع آخر أعتقد سياسي برلماني كذلك كان متوازي مع فرحة الشعب الكويتي موضوع مجلس الأمة وعدم اكتمال النصاب جلسة الخاصة اليوم مشاهدين الكرام لم يكتمل النصاب حضرت الحكومة ولم يحضر النواب وبالتالي رفعت الجلسة وكالعادة وجه النواب الاتهام إلى الحكومة بأنها هي المتسبب حضر اليوم ثلاثين نائب وللوزير بصير واحد ثلاثين والنصاب يفترض ثلاث ثلاثين ما هو الحل؟ الحل أن نوجه الاتهامات للحكومة عقدوا كترة دستور اجتماع من الساعة العاشرة والنصف إلى الثالثة وبالتالي خرجوا بنتيجة مفادها أن الحكومة تتحمل مسؤولية وأن الشعب الكويتي يجب أن يحاسب النواب طيب وين استغالات الجماعية اللي ذكرتوا رح نستغيل الجماعي يعني مشاهدين الكرام بعض النواب للأسف يصرح ويذكر في الصحف المحلية إذا الحكومة لم تحظر سنقدم استغالات جماعية صدقناكم يوم يومين اللي يقول كلام مشاهدي الكرام يفترض أن ينفذ نحن ننتظر الانستغالات الجماعية إن كانوا صادقين وأنا مشاهدي الكرام شككت في هذا الأمر ومستحيل أساسا أن يقدم أحد على تقديم استغالة جماعية مجرد كلام الاستهلاك المحلي لكن البعض اللامني قال أنت قاعد يعني تقول كلام غير صحيح هناك جدية في تقديم استغالة جماعية اليوم ما شفنا شي شفنا فقط اجتماع وبيان يتهم الحكومة وين الاستغالة جماعية ماكو شي ننتظر رح ننتظر ونشوف يعني يمكن البعض مصدق في استغالة جماعية مشاهدين الكرام يعني كرسي الأخضر كرسي مجسمة هذا هو مصباح على الدين لبعض النواب مصباح على الدين بمعنى الكلمة شبيك لبيك وبالتالي تقديم استغالة أعتقد يعني أمنية بعيدة المنال وليس حقيقة أمنية بعيدة المنال فقط مجرد استهلاك إعلامي دغدغة مشاعر حق الناخبين يمكن البعض يصدقها وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الأمر إذن نتمنى من مشاهدين الكرام ومن الشعب الكويت الواعي جدا أن يحاسب النواب اللي يذكرون هذه المعلومات أو هذه التصريحات راح نقدم استغالة جماعية اليوم نطالبهم بأن يطالبون هؤلاء النواب يلا قدموا استغالتكم أنتوا وعدتوا إذا الحكومة لم تحضر أو إذا رفعت الحصار عن فيصل المسلم راح تقدمون استغالات جماعية ما شفنا شي مجرد كلام بالفاضي هذا مشاهدي الكرام قاعد يسيء إلى عضوية مجلس الأمة ويسيء إلى أعضاء مجلس الأمة عموما مشاهدي الكرام هذا باختصار لأهم الأخبار للتناوية الصحفة المحلية ومثل ما ذكرتكم اليوم الشيء الطاغي مشاهدي الكرام هو فرحة الشعب الكويتي بفوز المنتخب وأنا ما أود أضيق خلقكم بالأخبار السياسية خلونا نركز إن شاء الله اليوم على موضوع الفرحة بفوز المنتخب الكويت ونترك بعض الأمور اللي فعلا تعور القلب للأسف الشديد وبعض الأمور والتمثيلات اللي قاعد تحصل في مجلس الأمة خلونا مشاهدي الكرام نذهب مباشرة الآن إلى صحفنا المحلية ونبدأ بصحيفة الشاهد اليوم الثلاثة عنوان الشاهد يقول دعم أميري واستغبال شعبي حافل وتجاهل حكومي مكشوف للأزرق عنوان آخر لسنا طرفا في الخلاف مع مجموعة الخير مجموعة الأوراق تؤيد صفقة زين وتترك الفوارس وحيدة في جبهة المعارضة ردا على سؤال حول تهديدات بعض النواب الخرافي سيتم استعراض الاستقالات وتحديد مهلة للانتخابات التكميلية دام أكثر من خمس ساعات بحضور ثلاثة وعشر نائبا اجتماع للدستور خلافات ومشادات وطنازة الجلسة حضرها ثلاثين نائبا والبصيري النواب خذلوا المسلم والحكومة انتصرت الداخلية تستدعي نوابا وسفراء وتجارا وشخصيات مهمة مزدوجين لديها معلومات تؤكد حصولهم على جنسيات أجنبية نسرب الشيك ميمراء موقوف عن العمل المسلم يخشى الملاحقات المالية وتعويضات بينك بورغان اليوم عطلت رأس السنة الهجرية والكويت تحقق أكبر فائض في الخليج وأخيرا المسؤولون فشلوا في وضع خطة أمنية للرقابة والإنذار وكبدوا الدولة الملايين الحرامية سرقوا سبعمية محطة كهرباء خلال أربع سنوات نذهب مشاهدين إلى صحيفة القبس وعنوانها الرئيسي كذلك عودة أبطال الأزرق نشوف القبس ليوم الثلاثاء عودة أبطال الأزرق هذا هو العنوان الرئيسي لصحيفة القبس مليون دينار من الأمير للمنتخب والبنك الوطني يتبرع بمليون دولار عنوان آخر في القبس الحكومة وضعت حصانة المسلم في رقبة النواب خلاف نيابي ولا قرار الأخرافي لم أتسلم استقالة أحد الخلافات في اجتماع كتلة الدستور الشعبي استجواب رئيس الحكومة التنمية الاستقالة والمقاطعة الوطني رسالة واردة لمناقشة الموضوع في المجلس السلف اللجوء إلى المحكمة الدستورية مواقف أعضاء التنمية والإصلاح المسلم الصواق تقديم الاستقالة الجماعية الطبطباي والحربش المقاطعة وعدم التعاون مع الحكومة نذهب مشاهدين إلى الأنباء والأنباء اليوم عنوان رئيس يتعلق بكلمة السمو الأمير في القمة الخليجية نشوف الأنباء اليوم الثلاثة الأمير يدعو إلى حل النو الإيراني سلميا صاحب السمو أكد الوقوف مع السعودية والمجتمع الدولي لمكافحة الإرهاب ورئيس الإمارات أعلن تعين البحريني دكتور عبداللطيف الزياني أمينا عاما جديدا لمجلس التعاون استقبال الفرسان لبطل خليج عشرين الفهد تابون كاسل آسيا قولوا إن شاء الله خمسين إلى ثمانين ألف دينار نصيب كل لعب والنظر في مشكلة العنزي وراشد صاحب السمو يهدي الأزرق مليون دينار وإجمال التبرعات يقارب العشرة ملايين دولار المبارك يشكر كل من اطمأن على صحته وعنوان أخير إلا الدستور الحكومة مسؤولة والندوات مستمرة الخرافي لا علاقة لاستقالات بحل المجلس نذهب مشاهدين إلى جريدة الوطن ونشوف عنوينها الرئيسية الوطن ليوم الثلاثة الشعبي حد الدوسة والوطني قطقري هذا عنوان الوطن